وأخيرا يكشف رسميا عن حقيقة ما قامت به السلطات السعودية بعد اختطافها لمواطنين ليبيين كانوا في أداء العمرة في بيت الله الحرام لم تكتفي سلطات الحرمين باختطافها للمواطنين الليبيين من الأراضي المقدسة بعد أن كانوا آمنين في بيت الله سلمتهم لمجرم الحرب حفتر وهو ألد خصوم هؤلاء حيث أكد عميد بلدية زاوية الغرب عبد الكريم الأبح وجود المواطنين الليبيين من مدينة الزاوية الذين اختطفوا في السعودية منتصف عام 2017 أكد وجودهم في سجون المنطقة الشرقية وقال الأبح في تصريح صحفي إنهم حصلوا على تطمينات بالإفراج عن هذين المحتجزين خلال الأسابيع الثلاثة القادمة وجاءت تصريحات الأبح عقب زيارة استمرت أسبوعا قام بها وفد بلديات وأعيان ومشايخ الزاوية الكبرى إلى المنطقة الشرقية شملت مدينتي بنغازي والمرج التقى خلالها بنظرائه من بلديات وأعيان ومشايخ المنطقة الشرقية وبحسب مراقبين فإن هذه التصرفات التي قامت بها السعودية شكلت انتهاكا وخرقا لسيادة الدولة الليبية في ظل صمت المجلس الرئاسي وحكومته المعترف بها دولية التي وللمناسبة تعتبرها السعودية ممثلا وحيدا للليبيين وبالتالي فإن حفتر غير ذي صفة شرعية لأنه لم يعترف أساسا باتفاق الصخيرات ومن ناحية أخرى يرى مراقبون أن لا شيء مستغرب من السعودية تجاه ثوار ليبيا وهي التي انتهجت نهجها في تصفية كل من يخرج عن عصى الطاعة بل حتى من يفكر خارج الصندوق ويتساءل كثيرون من سيحاسب السلطات السعودية على ما قامت به ضد هؤلاء الليبيين وأين هي الحكومة التي يعترف بها العالم مما جرى ويجري لهؤلاء والسؤال الأبرز أليس ما قامت به السعودية انتهاكا صارخا لسيادة ليبيا اشتقنا لك يا أبي الغالي فك الله أسرك أنت وأمامي